صورة عريضة للعالم الأمريكي ممزقاً كتب عليها عنوان أعرض مرتزقة أمريكيون وأسفل الصورة عنوان أكثر توضيحاً يقول دولة ملكية شرق أوسطية تستأجر جنود أمريكيين سابقين لاغتيال أعدائها السياسيين قد يكون هذا مستقبل الحرب وفي التحقيق الذي نشره موقع باصفيد الأمريكي وقاده صحفي التحقيقات أرام روستون تأتي جبال من التفاصيل فعلى لسان مؤسس شركة أمريكية تسمي نفسها سبير أوبريشنز جروب اسمه أبراهام جولان وهو عضو سابق في جهاز المساد الإسرائيلي عمل يوماً مساعداً لأحد رؤساء ذلك الجهاز تحدث الرجل وبكل أريحية كشفاً عن أن شركته التي توظف جنوداً وضباطاً سابقين من القوات الخاصة الأمريكية وتعرف نفسها بأنها شركة أمنية متخصصة في مجالات الطاقة والإنذار المبكر وخدمات أخرى استعانت بها دولة الإمارات خاصة من أجل تلك الخدمات الأخرى حسب ما يؤكد الرجل وذلك بهدف اغتيال شخصيات سياسية ودينية في اليمن ترفض تدخل أبو ظبي في بلدهم وأكد جولان أن فرقته وشركته كانت وراء عدد من عمليات اغتيال شخصيات يمنية مهمة وأوضح التحقيق الصحفي أن الصفقة بين الشركة والإمارات تمت بواسطة من رئيس الأمن الفلسطيني السابق محمد دحلان المستشار الحالي لولي عهد أبو ظبي ويفسر التحقيق بعض العمليات التي تمت على فترات مختلفة تم فيها اغتيال بعض الشخصيات اليمنية ومحاولات أخرى فشلت فيها عمليات الاغتيال مثل تلك العملية الشهيرة التي نجى منها أحد قادة حزب الإصلاح اليمني في عدن عام 2015 وهو إنصاف علي مايو وإذا كانت استعانة أبو ظبي بشركة المرتزقة الأمريكية تلك تمت خلف أسوار مظلمة فإن هناك ممارسات تتم في العلن تتمهى مع معطيات هذا التحقيق الأخير ويشمل ذلك الجهات المرتبطة بأبو ظبي مثل المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني وفرقة أبو العباس التحقيق الذي لم يتلقى معدوه أي رد من السفارة الإماراتية في واشنطن ولا من الحكومة الأمريكية ذاتها يفتح الباب واسعا أمام الحاجة إلى إجراء تحقيقات جدية في عمليات الاغتيال التي تمت في اليمن منذ بدء الثورة عام 2011 إضافة إلى العمليات المشابهة التي تمت في بلدان أخرى مثل مصر وليبيا وربما في تونس وغيرها ترجمة نانسي قنقر